اهلا بيكو يا اصدقائي في الميناء النهاردة بيبدأ مع الوز دون وهو بيهاجر بنشوف بنج اللي بيحب يتير له واحده عكس باقي الوز وبيزعق له قائد المجموعة علشان اتأخر وبنج بيسألهم هو ليه دايما بيسافروا على شكل حرف V وبيفضل الوز ساعتها يعمل اشكال تانية فبيزعق القائد وبيقولهم هنفضل نسافر على شكل حرف V لكنه بيبصوا غراهم ما بيلاقيش حد منهم وكلهم كانوا طيرين مع بنج وبنشوف هنا بطلتين اسمهم تشي وتشاو اللي بتندهلوا تشي علشان ما يضعوش عن القطيع فبيقول لها انه هو جعان فبتقوله انه هو لسه واكل وهم هياكلوا لما يروحوا الوادي وبيروح بنج الوزة اسمها جينج وبيكونوا معجبين ببعض وبيتسبقوا سواء لكن بنج بيكون مش واخد باله وهو طير فبيغبط في القطيع البط وبيقع في المية بتيجي الجينج علشان تطمن عليه وبتقوله انه بابا غضبان منه وبنعرف ساعتها ان بابا هو قائد المجموعة واسمه بيتشي بتقول جينج البابا انه هو قاسف لكن بنج بيقوله انه هو بيلعب بس بيتشي ساعتها بيقوله ان الهجرة دي ما فيهاش لعب وبيقول للقطيع انه هما بيهاجروا علشان يوصلوا للبحيرة الحرة قبل الشتا ما ييجي وإلا هيموتوا وبيقول لبينج انه هو هيسافر بالاطفال كعقاب ليه لكنه وبيرضاش وبتحاول جينج تقنعه ولكن برضه مفيش فايدة بيكون تشي و تشاو مستخبين في مصورة بعد ما بيكونوا وانفصلوا عن القطيع وكانوا خايفين انه هما يطلعوا علشان القط اللي موجودة على الشجرة بنروح لبينج وهو بيتكلم مع سلحفة اسمه لاري وبيقوله انه لو دايما خد الحياة على انها سباق هيكون في الاخر لوحده بيهزروا مع بعض وبيرميه بينج في المياه وبيروح ينام ومش بيقتنع بالكلام بتاعه بالليل بييجي من قط على تشي و تشاو لكنهم بيجري منه وبيلاقي القط نفسه قدام بينج بيهجي من قط عليه لكن بنج بيكسبه بسهولة وبيرميه في المياه وبتاكله سمكة بيعجب بيه تشي و تشاو اللي بيكونوا مستخبين في العشب وهو بيكمل نوم بيصحى بنج بيلاقي تشي و تشاو نايمين جنبه فبيستغرب وبتطلب تشاو ان هو يساعدهم لكنه بيرفض لما بيطير بيلاقي تشي ماسك في ريشه ولما بيبعده بيخبط في جرس ضخم بيقع على دراعه وبيتكسر وبيكون مش قادر ان هو يطير وبيفضل بجعتين يتريعه عليه علشان مش عارف يطير بيكون بنج خايف ان هو يفضل لوحده ليموت فبيطلب من البجعتين يفضله سوى فبيرفضه وبيطيره يسبوه بيفضل يفكر هيعمل ايه فبيروح تشي و تشاو بيقولهم ان هو هيساعدهم بتستغرب تشي ان هو هيساعدهم فجأة كده عكس تشاو اللي بيكون مبسوط فبيقول لها ان هو بيحب يساعد الكل فبيروحوا معاه فالطريب يقولهم بنج ان هما ما يبعدوش ويمشوا بسرعة وبيقول لتشاو يبطل يقوله يا ماما وهم ماشيين بيسأل تشي عن تشاو فبتقوله بعد وبنروح للاري اللي بيسمع صوت في المية وبيلاقي القط خرج من المية بعد ما اجر السماء وعرف من لاري بعد ما هدده ان بنج جناحه تكسر فبيكرر ان هو هيكله بنج بيكرر ان هو يربط تشاو بحبل علشان بيفضل يتوه كل شوية وبيعطلهم بيوريهم بنج الطريق اللي هيمشوا فيه فبيتقوله تشاو ان هو طريق غلط بس هو بيقول لها ان هو وزة مهاجرة وعارف الطريق كويس بنشوف جنج وهي قلقانة على بنج فبيجي ابوها يطمنها وبيقول لها ما تقليش هنشوفه الربيع الجاي وهو جثة بس هي بتقوله هيبقى كويس نرجع لبنج وهو واقف قدام من حضر وبتسأله تشي هننزل ازاي فبيرميها على الخشب وبيزوق تشاو كمان لكنه بينسى انه مربوط بيه فبيتشد معاه بيتزحلقه وبيقعه في المية ويجوا بيمطر عليهم وهم ماشيين وبنج بيشوف مكان علشان يناموا فيه بيروح مكان فيه فراخ بيكون فيه دي كس مستانلي كان رفض ان هو يدخلهم لكن مراته بتزعق له فبيدخلهم بيكون تشاو خايف ينام فبتقوله تشيل بنج ان هو يحكي له قصة علشان يعرف ينام فبيوافق لكنه ساعتها بيحكي له قصة مرعبة بتخوف الكل وبيخاف تشاو فبيروح ينام هو وتشي مع الفراخ لما بيصحى بنج بيكون عايز يسيبهم مع الفراخ وبيحاول يخرج بالراحة علشان ما يصحوش بيحاول يطير لكنه لسه ما بيعرفش بيجي تشاو تشي اللي بيسألو عن اللي هو بيعمله فبيقولهم ان هو بيتدرب وبياخدهم وبيمشوا وفي الطريق بيكون تشاو جعان جدا وبيعاد رجل بنج فبيفضلوا يدورولوا على اكل بيأكلوا بنج دودة فبيرجع في وشه وبتجيب له تشي توت بيأكله بنشوف القط وهو بيهدد الفراخ علشان يعرف مكانهم ولما بيمسك استانلي بيعرفوا وما مشوا ازاي بيكملوا ماشي وبيشوف بنج واحدة ماشي بعجلة فبينطوا عليها والست بتقع وبينج ما بيعرفش ان هو يوقف العجلة بيقربوا بالعجلة بعربية خنزير وبيقعوا فيها وبيفضلوا يخبطوا في الخنزير لكن بييجي مطب عالي فبتقع الخنزير على القط اللي كان ماشي وراهم وبيقع الخنزير على بنج بيكملوا ماشي لحد ما بيوصلوا عند جدار ضخم فبيقول لهم بنج ان هما هيرفوا حواليه بيتكلم بنج و تشي سوا وبيكون تشاو محشور في فرق شجرة بتسأل تشي بنج عن الطيران فبيقول لها ان هو حاجة جميلة وبيمسكها وبيفضل يلف بيها وبيخبط فرق شجرة اللي فيه تشاو وبيعوا كلهم على قومة ورق شجرة بيلعبوا سوا وبيطلع لهم بنج لكنه بيلاقي نفسه ماسك دفضة فبيسأل تشي فبتقول له ان تشاو باعت تاني وبيوفي قدام نفق مخيف وبيقول لها بنج اكيد ان هو مش جوا بتندهت تشي عليه وهو بيرد عليها لكن بنج بيكون خايف يخش فبتزوق تشي علشان تدخله لما بيدخله جوا بيلاقي دمه ضيقة وبيفضلوا يعملوا اشكال بضلهم على الجدار وبيشوفوا ضل قط على الحيطة فبيسألهم بنج مين ده وبيبصوا وراهم بيلقوا القط فبيجري منه والسخر اللي بيعدوا من عليها بتخبط القط وبتتزحلق بيهم وبيعوا في الشلال بتشوف تشي القطيع بتاعه وفي نفس الوقت بيسمع بنج صوت القطيع بتاعه بيجري وراه لكنه مش بيلحقه بتاعرف تاعتها تشي ان هو مش عارف يطير وان هو كان بيستغلهم وبتتخانق معاه وبيسوبه وبيمشوا بنج كان لسه بيحاول يلحق القطيع لكنه مش عارف بيكون هيوقع من علي حف الجبل لكن بيمسك فيه وبينقزه سنجاب اسم كارل بيطير بطيارة شرعية صغيرة بيعرف كارل ان هو مصاب في دراعه فبيقول له انت محظوظ لاني انا خبير في شفاء الاصابات بيدربه بعصايا على راسه وبيغمى عليه ويفوق بنج بيلاقي نفسه فيه ابر كتير وجناحه مربوط بعصايا بيعرف كارل من بنج ان هو بيهاجر بيتحايل عليه ان هو ياخده معاه فبيوافق بيربط بنج بحبل في فرق الشجرة علشان يجرر بيطير لكن كارل بينسى ان هو يربط الحبل بس بنج نجح ان هو يطير وافتكر تشيو تشاو وبيقرر ان هو يرجع عليهم بتصحى تشي من انهم بتلاقي القطيع بتاعها فبتنده على تشاو بيروحوا ليه بيشك تشيو تشاو في المكان اللي هم رايحين له وبيتخانق تشاو مع تشيو لان هي السبب في ان امه سابه بنج وان هي تخانقت معاه بيجي واحد يمسكهم وبيشوفهم بنج وبيعرف ان هو مطعم طيور بيدخل بنج للمطعم وبيقعد يتسحب للمطبخ وبيعد الطباخ وبياخدهم وبيستخبه لكن تشاو بيأكل فلفل حار وبيقعد يعمل صوت بيعرف الطباخ مكانهم لكن تشاو بيطلع نرف وش الطباخ بسبب الفلفل الحار بياخد واحد بنج وبيطلع له سبون لكن بنج بيهجم عليهم وبيفتح الباب وبيهرب البط كله بيفضل يدور على تشيو تشاو بيلاقي ان القط مسكهم لكنه بيخاف من الالعاب النارية فبيسيبهم وبيتخانق بنج معاه بيكسر التلج علشان يغرقه لكن القط بيمسك فيه فبيرمي تشاو تشيو برميل على التلج علشان يكسروه بيخرج منه بنج لكن القط بيخرج وراهم وبيمسك بنج تاني لكن تشيو تشاو بيربطوه بلاعب نرية وبيطيروه بيحضنوا بعض وبيقولهم بنج ان هما هيجوا معاه لكن التلج بيكون نزل وبيكون تشيو تشاو مش قادرين ان هما يمشوا فبيشيلهم بنج على ظهره لكنه بيقع على التلج وبيكون مش قادر ان هو يكمل مبيرضاش تشيو تشاو ان هما يسيبوه يمشوا فبيزقوا من دراعه بيقدروا يطيروا بيه وبينده تشاو على الوزة بصفارة الاستغاسق اللي بنج علمها له وبتيجي جنج وباقي الوزة علشان يساعدوهم بيتزر بنج الجنج وبيقول لها ان هو مش عايز يطير لوحده تاني وبيعرفها على تشيو تشاو وبيقول لها ان هما عايزين يكونوا جزء من القطيع وفي الاخر بيحضنوا بعض وبكده يكون خالص في الميناء كم وصلت نهاية في الميناء يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا وقالت في كلمة ونص هتزيد بيك واحد وما تنساش تفعل الجراز علشان يزهر لك الفيديوهات بتاعتنا اول باول اشتركوا في القناة